بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة لا يزال الكلام حول وصية الإمام الكاظم سلام الله عليه لهشام بن الحكم حيث يقول له يا هشام إن العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه الإنسان العاقل الذي يحكم عقله ويستخدم عقله لا يحدث الإنسان الذي يخاف منه أن يكذبه في حديثه تجدون أنه بعض الأوقات عندما تتحدث أو يتحدث بعض الأشخاص لزميله لصديقه لا يصدقه في هذا الكلام يكذبه ويقول له أنت كاذب أو أنت مبالغ في كلامك فالإنسان العاقل يقول الإمام الكاظم عليه السلام لا يحدث هذا الإنسان الذي يخاف منه أن يكذبه في هذا الحديث لأنه لا فائدة من الحديث معه أو إفشاء سر له أو بيان أمر معين حدث معه وهو يكذبه فإذن الإنسان العاقل لا يحدث هكذا شخص ولا يسأل من يخاف منعه كذلك إذا كانت له حاجة إذا كان له طلب ويعلم بأن هذا الشخص إذا طلب منه هذه الحاجة لا يلبيها له أو لا يقضي له حاجته فالإنسان العاقل لا يسأل منه ابتداء لأنه لا يجب عليه أن يهرق ماء وجهه وأن يذل نفسه وهو يعلم بأن هذا الأمر لا يصل إلى نتيجة لا يصل إلى مبتغاء ولا يعد ما لا يقدر عليه أيضا إذا كان شيئا لا يستطيع أن يفعله أو لا يقدر أن يحققه للآخر فالإنسان العاقل لا يعد بما لا يقدر عليه تجدون بعض الوقات هناك ناس يعدون دائما بكل شيء كل شيء تطلب منه يقول لك بأنه سوف يحققه لك فالإنسان العاقل يجب عليه أن لا يفعل هذا الأمر لا يعد إلا بما يقدر عليه بما يقدر على إنجازه على تحقيقه ولا يرجو ما يعنف برجائه أيضا الإنسان الذي يعنف رجاء هذا الشخص ويقابله بالمنع ويقابله بسوء الخلق أو يقابله بالحرمان أيضا لا يتأمل به ولا يرجوه لقضاء حاجته ولا يتقدم على ما يخاف العجز عنه الإنسان العاقل يجب عليه أن يدرك وأن يتبين نتيجة الأمر يتبين عاقبة الأمر هل يستطيع أن يفعل هذا الفعل أو لا إذا وجد بأن هذا الفعل هذا العمل الذي يريد أو انطرح عليه بالقيام به خارج عن إرادته خارج عن إمكانياته عن قدرته لا يقدم على هذا العمل وكان أمير المؤمنين عليه السلام يوصي أصحابه فيقول أوصيكم بالخشة من الله في السر والعلانية الإنسان المؤمن الحقيقي الشيعي الحقيقي الملتزم بتعاليم أمير المؤمنين سلام الله عليه أمير المؤمنين بيّن له بأنه أوصاه بالخشة من الله في السر والعلانية لا تخشى الله سبحانه وتعالى فقط في العلانية عندما تجد بأن هناك ناس وهناك أشخاص يشاهدونك فتتظاهر أمامهم بأنك تخشى الله سبحانه وتعالى وأنك تلتزم بالتعاليم الإلهية وأنك تنتهي عن المحرمات الإلهية فليكن خشتك أو فلتكن خشتك من الله سبحانه وتعالى في العلانية وفي السر أيضا إذا كنت جالسا لوحدك لا يوجد هناك أحد معك فلتكن خشتك من الله سبحانه وتعالى واحدة لا ترتكب المعاصي في الخلوات وأمام الناس تنتهي عنها هذا مخالف لتعاليم أمير المؤمنين والعدل في الرضا والغضب إذا كنت حاكما أو كنت محكما لقضية معينة وهناك شجار وهناك أمر حصل بينك وبين شخص آخر فلا تكن في حالة الرضا عادلا وفي حالة الغضب ظالما فيجب عليك أن تكون عادلا في كل أحوالك سواء كنت راضيا أو غاضبا سواء كنت في هذا الأمر في مرضاتك في الأمر الذي تطلبه أو فيه مصلحتك أو لم يكن كذلك الإنسان يجب عليه هنا يتميز جوهر الإنسان هل يكون عادلا فقط في وقت الرضا أو حتى في وقت الغضب هل إذا كان هذا الأمر فيه ضره أو فيه منفعة غيره هل يكون أيضا عادلا أو لا والاكتساب في الفقر والغنى أيضا أمير المؤمنين عليه السلام أشار ونصح أصحابه بأنه يجب عليكم أن تكونوا دائما منشغلين بالكسب بالكسب الحلال لا يغركم الغنى الذي أنتم فيه وأنتم أصحاب مال أصحاب ثروة وتقولون أنا أصبحت بغنى عن العمل بغنى عن الاكتساب المال للحلال لا فليكن اكتسابك للحلال وعملك دائما سواء كنت غنيا أو فقيرا وأن تصلوا من قطعكم كل شخص قطعكم لم يصلكم أو جفاكم أنتم صلوه وتعفوا عن من ظلمكم كل شخص ظلمني في أمر معين أعفوا عنه هذه وصايا أمير المؤمنين سلام الله عليه الإنسان إذا أراد أن يكون حقيقة شيعيا مخلصا شيعيا من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه الملتزمين بأوامره ونواهيه يجب عليه أن يلتزموا بهذه التعاليم الإنسان الذي ظلمني أعفوا عنه لا أحاول أن أنتقم منه وتعطفوا على من حرمكم هذا الإنسان الذي حرمني من العطاء حرمني من الهدية حرمني من الأمر الإيجابي من الأمر الذي كان فيه منفعتي يجب عليه أن أعطف عليه لا أرده بالإساءة لا أرده بالحرمان أيضا وليكن نظركم عبرا وصمتكم فكرا نظرتك تكون عبرا وصمتك في جلوسك تكون فكر تتفكر في أمر الله سبحانه وتعالى وقولكم ذكرا لا يكون قولكم فحش وكلام فيه غيبة أو كلام فيه نميمة أو كلام فيه غضب الله سبحانه وتعالى فليكن قولكم دائما ذكرا وطبيعتكم السخاء طبيعتكم أن تكونوا كرماء مع الآخرين فإنه لا يدخل الجنة بخيل ولا يدخل النار سخي هذه قاعدة أعطاها أمير المؤمنين السلام الله عليه الإنسان السخي لا يدخل نار جهنم والإنسان البخيل لا يدخل الجنة فإذن يجب علينا أن نتحلى بهذه الصفات وبهذه التعاليم الصادرة من أمير المؤمنين سلام الله عليه والتي بيّنها الإمام الكاظم عليه السلام ثم قال له يا هشام رحم الله من استحيا من الله حق الحياء يستحي من الله سبحانه وتعالى فحفظ الرأس وما حوى يحفظ رأسه يحفظ فكره من الشبهات يحفظ فكره وعقله من الكفر يحفظ لسانه يحفظ عينه يحفظ ثمه من أكل الحرام والبطن وما وعاه أيضا بطنه تكون مستحية من الله سبحانه وتعالى لا يدخل فيها المال الحرام وذكر الموت والبلاء يعني ذكر الموت وذكر ساعة القبض الروح وذكر أنه سيؤول مصيره إلى الله سبحانه وتعالى وعلم أن الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات لا تعتقد أيها المؤمن بأن الجنة تأتي بالأمر الحين بالأمر السهل وأنك تنال جنة عرضها السماوات والأرض بدون أن تقدم تضحية في هذه الدنيا الإنسان يجب عليه أن يجاهد نفسه ويتحمل المكاره ويتحمل الأمور التي تبغيها النفس في سبيل أن ينال الجنة بعكس النار الجهنم نار الجهنم لا تحتاج إلى عناء لأنها محفوفة بالشهوات بمجرد يكفي أن الإنسان يفسح المجال أمام نفسه أمام شهوته هذا الأمر يكون كافيا لدخول النار الجهنم والعياذ بالله ثم يقول له الإمام الكاظم عليه السلام يا هشام من كف نفسه عن أعراض الناس أقاله الله عثرته يوم القيامة هذا الإنسان الذي لا يتحدث عن أعراض الناس لا يتحدث عنهم لا يتحدث عن بناتهم عن أخواتهم بمكروه الله سبحانه وتعالى سوف يعفو عن عثرته في يوم القيامة ومن كف غضبه عن الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامة هذا أيضا من الأمور المهمة التي يجب على كل المؤمن أن يلتزم بها يا هشام إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه وإن كان هذا الأمر فيه مصلحتك فيه أمر سيتحقق لك منفعة تتحقق لك بمجرد أن تكذب سوف تنال على جائزة على منفعة معينة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يقول العاقل لا يكذب وإن كان هذا الأمر الذي سوف يكون ويكذب فيه فيه كان هواه وفيه كان منفعته جعلنا الله وإياكم من الملتزمين بتعاليم الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام في الدنيا ومن الفائزين بشفاعته في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة